فرضت عدة مدن صينية قيوداً جديدة لاحتواء انتشار كوفيد تسعة عشر بين تعطيل الأعمال التجارية إلى الإغلاق الكامل في الوقت الذي تستعد فيه مدينة شنغهاي لإجراء حملة فحص جماعي أخرى بعد رصد المتغير الفرعي بي اي خمسة من المتحور اوميكرو وقال مسؤولو الصحة المتغير الجديد هو شديد للعدوى وأظهر علامات على قدرته بمراوغة تفاعلات الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات وواصلت السلطات الصينية فرض قيود صارمة على الرغم من انخفاض عدد الحالات للحد من الأضرار الصحية والتجارية وذلك في عقاب الطرابات كبيرة أعاقت سلاسل التوريد العالمية وأضرت بالتجارة الدولية